سلام لبنات صحة في دوركم إن شاء الله تكونوا بخير جيت اليوم باش نحضر معكم وصفة جديدة لي وصفة اليوغيس كل واحدة وكيف الشديد أنا دي وصفتي بزيفة بنينا وطايا و أقول لكم على لبنات أنا منشتيش نبازي غرع للشكل العكس نحب نوكل هذيك الحلوة لي تكون خفيفة لها نضرت لكم بخمس أشكال وكل وحده حاولت نضير يعني كل وحده الحشوات المهم ذوك تشوفوا معي سهل ماهل ثانية لبنات ثانية رح نقول لكم الشيك تشوف المكسرات تقولوا بلك معمر مكسرات وذيك ليلة والله غرراني نخدم بالكوكيو منش حب ندير حاجة أخرى باش أقدروا نجربوه مع بعض بلا ما نطول عليكم نروحوا للوصفة وش نحتاجو في الوصفة عندي ميتين وخمسين جرام مارغارين لازم تكونوا بدرجة حرارة الغرفة نطلحها مليح يعني نخدم هذيك المارغارين أنا خدمت لها هنا بلابيل من بعد كي خدمتها زدت لها كيس ناقص شوي سكر غلاسي غارة بلوه نخدموه مليح مع المارغارين حتى يولينا كريمة لتحب تخدم باليدها تخدم أني أنا باش باركني فيتيا باش نزرب السمان نحي عليها نخدم بالباتر نخدمو هذي الكريمة مليح من بعد نروح نزيدو لها زوج بيضات وكيف كيف نزيدو نخدموه مليح مع هذيك الكريمة حتى نتولي عادنا كريمة متجانسة هذا وش عادنا من بعد نزيدو مغرفة كبيرة كاكا وبني كيف كيف نغربوه نخلطوه مليح غري تخلطنا الكاكا ونروح نزيدو كيس غربوه من الزيت نزيدوه لازم تدريجيا كي نخلصو ذيك الزيت نولي ونزيدو نصف كيس كاوكاو مقلي ومرحي ومشي ما نرحيوه ش بودر البنات نرحيوه يخليوه شوي خشين من بعد نبدو نزيدو فارينة ونصف باكي خميرات تاع الحلويات حتى انت تتلمى معانا هذيك العجينة وتولي عادنا عجينة طريا وسمعنا قدروا نشكلوها وثاني كاينة حاجة لبنات لا لازم العجينة متعجنوه ش لمو بيد ديكم بر كي ما راكم تشوفو ولازم تقعد طريا شوفو كيفاش تقعد طريا طريا بزيف حل نعودونا قدروا نشكلوه ومتحكمو فيها نروحو للطريقة اللي مول فينا خادمو بها فصلت ساشي حطيت العجينة تاعي بنا تذكو زود ساشيات وحلت العجينة تاعي حولوه ما ترقوهاش حلوها شوي متوسطة يجا عجينة الكوكا ويخي قدروا لكم راهي مديش داخل الفور يعني كي ما تحلوها تقعد من بعدها نطبعوها بالمول اللي تحبوه انا الهنادر دائري شكل وثو ما ديرو واش تحبوه وهذه العجينة لبنات كي ما قلت لكم في العنوين راية تطيح 45 حبة والمول هذا اللي حليس بيهانا او متوسط ما هو كبير بزيف ما هو صغير بزيف نحطوه ذكو في بلاتو نفرش بابي كويس وندخلوه للفورن لازم يكون الفورن سخون وعلى درجة حرارة 180 برك ويخي قلنا باللي الصابلي غير ينشف برك كي ما متخلي واش تاني ويتحرق وهذا اللي هنه اللي راح ناخد متاع الأوريو اطبعت بذلك الطابع وبعد جبت هذا اللي هنه عندي هذي تاع اللي ندير بها لك خيم شونتي واذاك ندير بيه في النص برك نحي سما هذك كشغل باش نقعرهم في النص دير هكذا دوايرة باشن بعدها نحشيه نحشيه انظروا كنا عاتلكم شوفوا كيفاش نحي من النص برك التعجنوم شيذوريطيحو شوفوا كيفان نحيه النحي هذي كمان نص بلاباهة جينا في الواسطة كشغل محفورة باش برك نحشيه وكيف كيف ذلك هذو ثاني ندخلهم ميطيبوه اهاني خلصت الهنه السابليزاعي شوفوا قلتلكم ما ديروه الشرقيق أبداً وضع أسفل يوجد طويلة والرحلة يجب أن يدخل في مزيدة وأيضاً يجب أن يبرد بيضاً حتى لا يبرد لتواجد أن يكون في خدمة الآن يتحدث تحتاج لها الحجو أولاً لديه شيكولا يتضع بين الطبقات سأتقل أشياء ساعة سوف نقلاسيه كما راكم تشوفوا بعد ما خليته برد شوية و حكمت الشوكولة و رحت اقلاسيته و شوفوا ذوك الشوكولة به تجيكم تبريه وتجيكم ملساء ذوبها على حمام مائي و كتذوبها متخلي واش تطور فوق الحمام المائي حكم الثوب و نزيد لها نصف مغرفة من الزيت فوق النصف نقلاسيها عائدي فقط اتنشف مليح مليح و نحن دعوها فوق قضيتها وناس بشكل مكان و شكولة استعملت فيجي كاو بالحليب انتظر فيجي كاو بالحليب استعملوا فيجي كاو بالحليب هذه الأكثر لديه هذا البرق الغب وضع الورد الأحمر هذا الشكل في النهاية نذهب للنوع الثاني حشوة الأوريو هنا زوج مغالف شيكولة ماكسون ثانية شيكولة للطلي وعندي الباطس تغير من قاطو ماكسون حشوة البيضة خلطها للشيكولة وحشوة المكسون ثانية خلطها للشيكولة نخلطها مليح مليح لتجعلها جريه لتجعلها جريه لتحشوه في الحبة لا تكسر القمش هذا المكان اخذ شكوناك قليلا اشعر جريتها ثم نعمر السمال لزق حبة خلطها من الشيكولة ونضع حبة كثيرا يجبني هذا الحشو كثيرا يجبني هذا الكثير من المكسون يجبني هذا الكثير قوصة المكسون لدينا كنت ونقضل جوال لنقضل جوال شروا نقضل جوال نضع الحفر في المصيح و نضع نصف ستاقط و نضع المصيح للسطور ندخله من الفريجي داري يحكمر واحد ساعة في الكنجيلاتور وكيف كيف اللي هنا عندي في عرف تعشي كولافي جيكا وبالحليب نذوبوا على حمام مائي قلتكم ما تخليوهش تطول فوق حمام مائي نزيدو لها نص مغرفة صغيرة من الزيت باش يعطيها هذك اللمعة هذيك ونبدو نقلاسي واللهناك تل مراهي جيم دوحيك ما روحها مريح هذيك حبة تلقاته ثم ثم تحكم من روحها كتاة تقلاسيوها سما طالي معاة تقلاسيوها كيمارا كومتشوفو حطو حبة تعماقسون لنص حبة من فوق للتزيين نكملو كامل الحبة تاوعنا حتى ننخلصو هذا ما كان من بعدها عندي هذا الملون الذهبي اللي نعطي لكم المرة اللي فاتت قلت لكم شريط القرعة 35 ألف ندروا شوية فيه بانسو وندرواها يعني خط برك ملفوق ماهوش ضروري يا لبنات يعني تقدروا تستغنوا عليه نكملوا ثاني هذا الحبات حتى ننخلصوا وهذا الشكل تعوي يا لبنات والله العظيم غري يجيبنا ويدوب في الفم الآن نروحو للنوع الثالث شوفوا عندي اللهنة ثاني كيف كيف شيكولة الماكسون بالطالي زيت لها اللهنة واحد قلوه تثم غارفوا من هذك الكوكو مقلي ومرح يخشين نخلطوا منيح مليح كيف كيف هالبنات ما تخليوهش اجيكم قاسيا نخلطوها منيح مليح تولينا تشوفوها تقدروا نحشيو بها الحبة ونبدأوا هنا نحشيو نحطوا حبة فوق حبة وندروا موديل واحد اخر أنا أعطيتكم اللهنة افكار وانتم بلابنات اللي تعجبكم ديروها شوفوا كيف شنقلاسي والحبة ندروا طبقة مليحة من هذا الحشو ونعدلوا بيدنا هكذا ما نخليوش الحشي يجيع بينا من بعدها نقلاسي وانا الهنة راح ندرتع الجوزة على بيها حبيت ندرب المكسرات كيتوكلوا لبنات هذا الحشو يجي هكذا في فم كمم يجي بيين يجي هبل يهبل شوفوا كيف نقلاسي ومن بعدها كيف كيف قبل ما نبرد الحبة نحطوا حبة الجوزة تحبوا تحطوا الجوزة تحبوا تحطوا لوزة تحبوا تحطوا تخليوها كمارة كما يجبوش روحكم نعمش عندكم ديرو مش يلازم جوز ومش يلازم لوز بي الكوكيو يجي هبل والله غير يجي بينا على بينا تكلفوش روحكم ايضا مرة المهمة نعقبوا العيد هذا بصح وليهنا كيف نكمل كامل اللي حبيت ونضعه في طبس التقديم شوفوا الله يبارك وش يجي مليح يجي بزاف مليح وبزاف هايل نزيد وذوقنا روحوا ندروا النوع الرابع كيف كيف عندي هنا شوية شي كولة للطلي ماكسون استعملت ماكسون ثم استعملوا وش تحبوا زيتلوا شوية كوكا وقلت لكم مقلي ومرح يخشين شوية ونبدأوا اللازتقوبين حبة وحبة بهذا كل حشو ونخلي واربوع ساعة ونبدأوا نقلاسي اللعنة كيف كيف عندي فيجي كاو بالحليب ذوق بتاع الحمام مائي من خليها حتى نتحرك من بعد نزيد لها نص مغرفة صغيرة زيت ونزيد لها شوية كوكا واللعنة وعندي كوكا ومقلي ومرح يخشين نزيد لها ذي كشي كولة ونبدأ نقلاسي ثاني لانا حطيت حبة بندق وشوية من هذك الملوى هذك الورقة الذهابي خليتهم حتى نشفو في عقالهم وحطيتهم في طبس التقديم والتزيين البنات يبقى اختياري كل واحدة وش تحبت دير هذة تعالفيريرو يجي بزافة بنين والله يغرر يعني انا عجبني هذة ثاني صح خياره مش تكين ضوقة ذيك الكوكا وشوفو ذيك الطبقة كيفاش تعدجي وشوفو كفير الله يبارك يجي يجي خفيف وحشيش وبنين والله يغرر روعة روعة وهو الشكل تاعه كيفاش يجي يجي بزاف خفيف وذوقا عندي هذا النوع الاخر كيف كيف هذا هنقدرته بش يكون عادي لازكت بين حبة وحبة بش يكون عادي غلاسيتو ووليت شيكولا قلت لكم عندي عرف شيكولا نزيد لها نص مغرفة صغيرة من من الزيت غلاسيتو خليته غير برد درت له خطوط من فوق من هذي الشيكولا ودرت على الحويش شوية بيستاش كي درته بالمعجون على الحويش بالمعجون ودورت له هنا في البيستاش برك وعلي جال الشكل مش ضروري ثاني وهو في الاخير وذوق على البنات هاني خلص نبقى نقول لكم غربها وعلى خير نتلاقيه ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودعواتكم والماما بشفى